وإحنا في الأهل بقى النهاردة الفريق وصل تدريباته اتمرنا على فترتين مارسي الكولر عمل محاضرة وبعد كده تدريبات خططية وتأهيل كمان السلاسي المصاب ديانج وعبد المنعم عبد المنعم كمان لابس واقع على وشه عشان الإصابة وكمل تأهيله مع أليو ديانج وعمار حمد وعمار بياخد المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيل بتاعه بعد جراحة الرباط الصليبي قدامه مش كتير إن شاء الله أيام قليلة ويدخل الكرة بالتدريج كمان المراني المسائي كان كله شغل بدني وفني وتأسيمه منعم اللي بدأنا من أول سنة يعني شايفين الصورة دي وتعودنا عليه فيها نموذج طيب وراجل وفي نفس الوقت متطور قبليك شفنا إزاي أكرم تحامل على أصاباته وإزاي كان يعني اختصر فطرة الغياب شفنا عودة متولي وإضافته للفريق وبإذن الله عمار يحدث هذا الفريق تباعا نجمنا لما تعود والسلية راجع بس ده ييجي ده يغيب يعني النهاردة تسمع حمد فاتح إيه ده حمد فاتح يصابة عضلية مع المنتخب في بلجيك إيه ده إيه ده إيه ده ليه كده ده دليل اللي لعبتنا فعلا يا جماعة مش هزار راجعين من الجهات تراكمة واحد يقولك إيه ده تراكم يا جماعة تراكم وكويس ده لما اخدوش الراحة دي كنت هتشوف موسم من أعجب ما يمكن